خلالنا نروح نشوف تقرير عن صخر الدفاع النادي الأهلي سعد سمير وبعد كده نرجع نكمل مع حضراتكم موسيقى لا يوجد أقسى من الإصابة التي يتعرض لها لاعب كرة قدم وتبعده عن المستطيل الأخضر فما بالك أن يكون هذا اللاعب عائد من إصابة طويلة حرمته من المجاركة لفترة كبيرة تذوق خلالها طعم الألم الجسدي لكنه تحمل من أجل العودة لمعشوقته لكن سوء حظه الغريب بمجرد أن بدأ يتحسن تعرض لإصابة أخرى قد تبعده لفترة ليست بالقليل عن العشب الأخضر هذا هو حال سعد سمير مدافع الاهلي السلطة الذي انتهى موسمه الكروي قبل أن يبدأ بعدما تعرض للإصابة بقطع في واتري إكيليس خلال لقاء المارد الأحمر مع بلاتينيو مستار زازين بابوي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدور أبطال إفريقيا حيث سيقضع اللاعب لعملية جراحية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن يتم تحديد موعد عودته للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة سعد غاب عن صفوف المارد الأحمر مدة تقترب من تسعة أشهر بعد إصابته في لقاء ساندونز الجنوب إفريقي لكن القدر كان يخبي أخبارا غير سهرة لللاعب في لقاء بلاتينيوم وبالتحديد بعد مرور 12 دقيقة خرج صاحب الثلاثين عاما متأثرا بإصابته التي تبين فيما بعد أنها قطع في واتري إكيلس خض سعد مبارتين فقط هذا الموسم بطولة الدوري الأولى أمام الإسماعيلي شارك لمدة 25 دقيقة فقط أما الثانية فكانت أمام الاتحاد السكندري وشارك في المباراة كاملة كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريني فايلر قرر في الخامس من ديسمبر الجاري قيد سعد سمير في القائمة الإفريقية لدعم خطوطه الدفاعية في البطولة قبل 24 ساعة من مواجهة الهلال السوداني والتي كانت في الدولة الثانية من دور المجموعات إذا كانت الإصابة قاسية على سعد سمير فإن الأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للجهاز الفني الذي كان يعويل كثيرا على مدافعه خلال الفترة المقبلة لكن تبقى مساندة لاعب بحجم وقيمة سعد سمير هي الأمر الأهم بالنسبة للجهاز الفني واللاعبين وكذلك الجميع التي لن تتوقف عن مؤازرة لاعب لطالما دافع عن ألوان القميص الأحمر في شتى البطولات وكعدة نجوم الكرة الذين تظهر معادنهم الحقيقية وقت الشدة صار على لاعب الأهلي وبقية الأندية الأخرى من أجل مساندة زميل الملاعب والصديق المبتسم سعد سمير سواء بالاتصال هاتفيا أو بالتمنيات بالشفاء عبر منصات السوشيال ميديا مؤكدين أنه ابتلاء من الله ومحنة لكن سعد سيعود أقوى وأفضل مثل ما عودنا دائما اشتركوا في القناة